مشاهدين من اخر فقراتنا النهاردة هتكون فقرة اقتصادية عن البورصة المصرية هنتكلم عن حصاد الاسبوع اللي فات كله ايه اللي حصل فيه هو بالنسبة للحصاد البورصة المصرية كسبت حوالي 7.6 مليار جنيه يعني حوالي 1.2 مليار دولار خلال تعاملات الاسبوع اللي فات مدومة بالاستقرار النسبي للأوضاع السياسية الداخلية ومتأثرة طبعا بالأوضاع في ليبيا فيما خفض تصنيف الاتماني لوكالة ستاندرد أمبورز للديون المصرية من مكاسب السوق في آخر جلسات تعامل البورصة يوم الخميس اللي فات سجلة معاشرات البورصة ارتفاع جماعي خلال تعاملات الاسبوع المنقضي ووسط ارتفاع ملحوظ في قيمة التداول على السندات واللي بلغت قيمتها حوالي 2.3 مليون جنيه الاسبوع ده زي ما بلغت كمية التعامل على السندات حوالي 2.3 مليون سنة تقريبا عشان نتعرف أكتر على البورصة المصرية في الاسبوع اللي فات معنا هيكون معنا أستاذ عيسى فاتحي خبير الأوراق المالية والتداولة ووسط اهلا بي في البداية حابين نعرف من حضرتك هل مقتل الرئيس القذافي الرئيس الليبي سبب في ارتفاع التداولات وتحسنها نسبيا في الربع الأخير من جلسة تداول الخميس وخاصة بعد إعلان أنباء عن اعتقال أو مقتل معامر القذافي واللي كان من شأنه هو يقدير استقرار المنطقة في الحدود الغربية مع مصر يعني أولا بشكرك على الاستضافة وبحيي قلاتكم ما أعتقدش أنه كان فيه تأثير يذكر لموضوع القذافي لأنها المسألة كانت محسومة من فترة أنها تنتهي أنعجلا أو أجلا يعني بس يعني هالإشعاعات بما أنها تتوفر بتأثر على البورسة صعودة مهبوطة هو قيل أنه في الربع الأخير أثر الموضوع أنه فيه شائعات ترى صرت أنه مقتل أو اعتقال القذافي فعشان كده الدنيا يعني عاليت شوية في آخر الرواح هو في الربع ساعة يعني في الجزء الأخير من الجلسة كان ماشي عادي مع الجلسة كلها لأنه عموما التداولات في الأسبوع الماضي تعتبر تداولات يعني ما كانتش كبيرة في متوسطات التداول اليوم يعني ما تجاوزيش 300 مليون جنيه في معظم الجلسات بما فيها جلسة الخميس دالي أنا مش شايف أن موضوع القذافي كان ممكن يبقاله تأثير لأن أصلا قولوا الحدود مؤمنة من قبل كده يعني بالنسبة لمصر يعني طيب آخر الأخبار برضو من عنامين الأخبار يعني هي وفاة ولي عهد السعودية الأمير السلطاني بن عبدالعزيز هل ده سيؤثر بشكل ما على البورسة المصرية؟ يعني ما أعتقدش أنه يبقى قوي يبقى له تأثير يسكر خاصة أنه في البزنس يعني بيديروا ناس ممكن ما بلهمش علاقة يعني ممكن رجل الأعمال نفسه هو المتأثر لكن مديرين السصمار وشغال يعني يعني هيشتغل في البورسة عادي هنا أو برا فدي مسألة مستمرة يعني مش تتأثر بهذا الأمر طيب حضرتك تقييمك إيه لتعاملات الأسبوع اللي فات والمكاسب لحقيقة هالبورسة مع أنها مكاسب محدودة رغم يعني بالنسبة للمؤشرين خفض كتير في الفترة اللي فات ويعتبر أنا باعتبر أنه من بعد أحداث ما سبيرو اللي حصلت يوم 9 أكتوبر أعتقد أنه مصر عموما يعني هتشهد مرحلة جديدة تماما يعني سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي يمكن عزز منها موضوع فاتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشورى أو الانتخابات التشريعية عموما بتصور أن دي كانت بتمثلت نقلة نوعية حتى في التفكير المصري وفي أن القوى السياسية تقدر تدرك خطورة التصرفات اللي كانت موجودة خلال الفترة اللي ماء اللي ماضت وياكف أنه كان أخيرها كتوابع تصادية برضو تخفيض التصنيف الاقتمالي لمصري لأنه ما تيجي تشوف أسبابه أسبابه سياسية تعلقة بالتقلب السياسي اللي موجود في مصر وده كان سببه أساساً أن القوى السياسية غير متفقة على أهدفها يعني هل نتكلم عن وكالة ستاندرد أنبورز اللي صنافت اللي خفضت التصنيف الاقتمالي لديون مصر بالظبط كده يعني ورغم هذا برضو التصنيف لما أعلن يوم الأربع طلع قوية يعني فهنا بي كان حتى كان السؤال ولماذا تجاهلت البورصة هذا التصنيف يمكن له سبب رئيسي أن مصر لم تكن واحدها التي خفت تصنيفها بالعكس مصر تعتبر تأخر تصنيفها مقارنة بالولايات المتحدة مقارنة بفرنسا مقارنة بأسبانيا بالبرتغال بإيطاليا فأصبح عملية تخفض التصنيف الاقتمالي مسألة ما هيش بالنسبة لمصر تعتبر متوقعة لأن في ظل ظروفها لابد أن يحصل ده فكان بالنسبة لنا أمر عادي خاصة أنه جاء في وقت أن السوق الريدي كان يعني حدد كل الأثار السلوية اللي ممكن تؤثر في الأسعار نعمل على كلام حضرتك من الاتحاد العالمي للبورصات أشاد بقدرة مصر على تخطي العقبات وتجاوزها خصوصا بعد أحداث 25 صورة 25 يناير وأن البورصة العالمية المصرية تتصدر خمس أسواق عربية تقريبا أسواق عربية مرتفعة زي الأردن والكويت ومسقط والسعودية وعشان كده الاتحاد العالمي قال أنه بيشيد بينا لنتخطى العقبات وبيشيد بشجعتنا وكان برضو أشياء برضو بشجاعة توكيو برضو بورصة توكيو برضو بعد حدث السودام اللي كان حصل فيها طبعا لأنه برضو مصر فتحت في ظروف كانت فيها هرج ومرك كتير في الشارع السياسي والاقتصادي والناس ما تفتحش افتح فأخذنا التجربة والحمد لله يعني مرت صحيح مرت بظروف صعبة لكن كان فيه إصرار من المسؤولين على أنه لا يقف التداول بعد أن وقف المدة التي وقفها في الفترة اللي فاتت وأعتقد أن المستثمرين تحملوا الكثير وأعتقد أنه ربنا ممكن يعواضهم الفترة الجانشة طب هل تقدر دول أنه مرحلة جديدة اللي حضرتك قلتها دي خلاص ابتدت خلاص وهي المرحلة دي ملامحها بالنسبة للقريب العاجل يعني أو نقول المستقبل القريب مش نقول المستقبل البعيد احنا مشكلتنا في البورسة ليست مشكلة في الاقتصاد عندنا مقاومات اقتصادية زي ما قال الدكتور حازم البلاو فيه بني أساسي يمكن البناء عليها المشكلة أساسا هي فيه ملامح العملية السياسية نفسها أعتقد أنه بإعلان فتح باب الترشيح والدخول فيه مصاري العملية السياسية والقوة السياسية تبتدي بقى تركز على كيف بقى تبني البلد الفترة القادمة ويخش في عمليات ديمقراطية أعتقد ده لو حصلوا خصوصا مع المرحلة الأولى إذا تمت وتمت بنجاح في إقتر أمني جيد أعتقد أن ده هيدي زخم أكبر للبورسة وهيعمل ارتفاعات أكتر من اللي احنا شفناها خلال الأسبوعين الماضيين أقام رئيس البورسة المصرية قام بالتأكيد على أن استراتيجية البورسة في الفترة المقبلة هي العمل على جذب أكبر عدد من الشركات لقيدها في السوق سواء في ميل اكس أو في اي جي اكس أو اي جي سابنتي يلي حالك تود دخلين أهم بدون هذه الاستراتيجية وكيف سيتم تطبيقها خصوصا مع تدشين مؤشر جديد لبورسة المصرية هو ما نقدرش نقول تصور استراتيجي لأنه في حدودنا عرفت بالدكتور عمران هو راجل مؤسسي ما بيحب شنفارد بأي قرار أو بأي تصور لأن القراره بيبقى مربوط بمجلس إدارة البورسة بمجلس إدارة الهيئة بالوزارة المخاول بها لإشراف على السوق فأعتقد أن في المرحلة الحالية بناء تصور استراتيجي هي بقى صعب لكن ممكن نقول أنه ممكن يفكر رشاد سياسات وإجراءات بتنشيط جميل معايزين نتكلم عن ده الأليات الجديدة المؤشر الجديد يعني يكلمنا عن التفاصيل دي إزاي ممكن تساعدنا الفترة اللي جاية في أنه البورسة مؤشرها يرتفع تاني زاله هو يعني أهم حاجة مشكلة السوق هي ليس في زيادة عدد الشركات زي ما الدكتور عمران كان بيقرحوا لكن هي مشكلة في زيادة عدد المشترين أو قيم التداول في السوق نستطق ناس الهولدر آه يعني الناس المستثمرين نفسهم يعني جانب الطلب هو اللي محتاج شغل ويمكن إحنا كنا في اجتماع قريب معاه يمكن ركزنا على عملية الترويج المحلي قبل حتى الترويج الخارجي واتفقنا على إمكانية زيارات في مناطق مختلفة في مصر لحجد الجهود وإعادة المستثمرين مرة تانية خاصة أن مصر لا تعدم السيولة السيولة موجودة في الجهاز المصرفي وبالعكس زادت في شهر يولة اللي فاتت 9.6 مليار جنيه وزادت على مدار السنة اللي فاتت لغاية 36.011 حوالي 90 مليار جنيه ده من السوق ولا من الاحتياطي؟ لا ده مدخرات الناس في الإدعاء معنى كده أن الفلوس استخدت حولك مصري من الخارج كمان دي ناحية وفي نفس الوقت المصرين اللي خارجوا من السوق حطوا فلوسهم في البنوك فممكن النهاردة مع إيجابيات في السوق ممكن يحصل رجوع مرة تانية السوق فالسيولة موجودة كلما في الأمر أنها مشروطة به كلما استقرر الوضع السياسة هتبقى السيولة دي عندها شجاعة الأقدام على الدخول في السوق مرة تانية طب هذا ممكن يكون مرتبط بالسياسات المالية للدولة بمعنى أنه استثمار الأموال زي ما كان الوزير السابق دكتور يوسف بودرس غالي كان بيستثمر أحيانا في برصات عالمية وكان بيستثمر في سندات دين حكومية لدول كبرى هل ده ممكن يبقى من الإجراءات المتبعة لفترة القادمة ولا هتبقى الدنيا ماشية زي هو بالنسبة للسياسات المالية بالنسبة للموضوع البورصة يمكن مش واضحة قوي يعني يمكن حتى كالتصريحات الدكتور حازم لبي بلاوي كان فيها بعض التضارب في الأقوال حين نقول احنا مع اقصاد السوق لكن لن ندعم للبورصة أو مشان نعمل سنادي السيادي أو الكلام ده فحتى يعني يمكن قلنا أنه مفيش دعا لهذه التصريحات على اعتبار أنه ممكن نقول أن الدولة ما عندهاش فاقت سيولة تستطيع استثماره في الوقت الحالي لكن ما نقول شاء الله يعني مش هندعم البورصة لمجارة وكأنها شر محض يعني في الآخر ففي تضارب في السياسة القائمين على أمور إدارة السوق السياسة المالية في مصر يعني في هذا الشأن عبد الله أنا كنت بس بس سأل على الجزء ايه يا دي يعني امتى هنحسن استخدام موارد الدولة بحس انه يبقى عندنا يعني برضو من الحاجات الكويسة لسندتنا في الأزمة العالمية في أزمة العالمية الاقتصادية أنه كانت فلوسنا مستثمرها في سندات دين حكومية فبالتالي ما تأثرناش قوي بالصعود والهبوط للبرصات خارج مصر ويمكن ده اللي حافظ لنا مكاننا في إطار الموجة العالية اللي كانت واخدت الدنيا كلها هل ده هيبقى استراتيجية في الفترة القادمة برضو يعني هل ده مدرك دي من استراتيجياتنا ولا هيبقى حاجة تانية هو الغاية دلوقتي هو ده الاتجاه اللي موجود أن انت بسي ساسمر في نفس الأوراق المالية السابتة اللي لها السندات أو أزون خزانة أمريكية طيب معدل اقتراض الشركات تراجع جدا الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لأدنى مستوياته منذ عامين وده ودفعت حالة عدم الاستقرار السياسي الاقتصادي لتشهدها البلاد بعض الشركات الكبرى أنها تأجل خططها التوسعية أو تلغيها خالص أو تلغي المشروعات فضلا عن ترقب بقى إيه اللي يحصل في الانتخابات اللي جايت عليه حضرتك إيه على الحوضة هو ده بيفسروا انخفاض معدل النمو أو تراجع معدل النمو في الفترة اللي فاتت ده بيدل على أنه في انخفاض في الاستثمارات تم وبالتالي كل شركات دلوقتي منكافئة على استغلال الطاقات المتاحة لديها وبالتالي فكرة التوسعات مؤجلة ما أدرش أقول إنها بيلغيها قد ما أقول إنها مأجلها لغاية فترة جاية لأنه لما ألاقي فرصة جاية أعتقد إنه مش هتوانا في استغلالها والادفاع بيها يعني طيب البورسة المصلية احنا قلنا إنها تجهلت تخفيض تخفيض الاقتماني لوكالة ستاندرز العالمية هل حضرتك شايف إنخفض التصنيف الاقتماني ده ممكن يدرنا في الفترة اللي جاية ولا ممكن نتخطى بسهولة هو الأول التصنيف الاقتماني هو المقصود بجدرتك الاقتمانية في سداد الالتزاماتك سداد الديون بتاعتك اللي عاية حوالي ديوننا قدية دلوقتي أفاً 1254 مليار في الدين الداخلي اللي هو حوالي تريليون جنيه وفي الدين الخارجي حوالي 34 ونصف مليار دولار الدين الخارجي بحوالي 15 رفع من ناتج المحلي الدين الداخلي أظنه حوالي 70 أو 72% من الناتج المحلي المالي لو قررناها بدول كبيرة حتى زولات المتحدة أو غيرها نجد أنها نسب تعتبر معقولة يعني ما هيش بعيدة قوي عن الأوضاع اللي موجودة يمكن إحنا أحسن من الهنان أحسن حتى من اليابان نفسها بس اليابان من زيتها أنها ديونها محلية وليس خارجية فالتصنيف الاقتمالي بيعني قدرتك على السداد مصر ما عندهاش مشكلة في السداد في الأجل القصير فحتى التصنيف ده ما بيأثرش على الأجل القصير قدرتك في الأجل قصير على السداد موجودة بتقدر تسدد مواعيدك في قصاتك وكلام ده كله لكن هو بيتكلم عن المدى المتوسط والمدى الطويل وهنا التخفيض بيقول أنه ممكن تبقى فيه مخاطر في السداد لكن ما بيجزمش أنه فيه عدم قدرة على السداد مشكلته في الفترة اللي جاية أنك لو حبيت تقترض من الخارج هتبقى التكلفة عالية أو حبيت لصدر سندات للخارج هيطلب منك فايدة عالية فهتبقى تكلفة الاقترار أعلى من التخفيض يعني هيبقى الفايدة أكتر فالنبس الموجودة أكتر وهتبقى الفايدة طيب ختمة اللي كلامنا إيه أفضل الأسهم أو أفضل يعني أخبار الأسهم إيه للأسبوع اللي فات خصوصا أن غالبية الناس عارفة أنه البورصة المصرية فيها خمس ست أسهم رئيسية هي لما بتطلع الدنيا كلها بتقوم و لما بتنزل الدنيا كلها بتنزل عمد دي بش خصيصة خاصة بالبورصة المصرية على الفكر في معظم الدول العالم في أسهم قيادية بتعقد الأسواق يعني فيعني مش عاوزين نقول أن البورصة المصرية فريدة في هذا الأمر يمكن الأسبوع اللي فات لحظنا أن الأسهم الصغيرة المتوسطية كانت الأكثر إيجابية من حيث المؤشرات بتاعي تخصوصا إيجيك سابعين إيجيك سالتين هو اللي كان كسول لحد ما في ارتفاع يعني يمكن الأسبوع ده نجل كان على ساهم إيه أو سي آي أو ما أطفل يعني في إيه أو سي آي طبعا كان كسول الأسبوع اللي فات عكس كان أفضلهم السي آي بي أو البنك التجاري للدولي كان هو اللي عليه نشاط أكتر في الأسبوع اللي فات صحيح أسعاره ما زادتش قوي لكن كان عليه تداول كبير وده اللي بهمنا أكتر في البورصة عن المؤشرات أوراسكم تلكم أوراسكم تلكم سابتة تقريبا تتحرك في مدى دايق جدا ما بين ثلاثة سبعة عشر لثلاثة ثلاثة عشرين تسعة عشرين هما كانت ترتيبهم إيه فعلاهم إيه بالترتيب؟ هو السي آي بي أعتقده كان أكتر ساهم من حيث التداول يعني وطبعا أوراسكم تلكم يعني موجودة معاه فيه برضو مبينيل برضو كان عليها شغل كويس أوراسكم تشاهد الصناعة تأتي بعدهم يمكن كان فيه أسمع قرية برضو موجودة في إيجيكس ثلاثين زي طلعت مصطفى برضو كان فيه نشاط جيد الإسبوع اللي فات طيب في تلاتين ثانية كده تتوقع إيه للإسبوع ده؟ اللي بيبتدي أول جلساتهم النهاردة أه بأعتقد أنها يستمر الارتفاع اللي احنا شفناها للفترة اللي فات أستاذ عيسى فتحي خبيل الأوراق المالية وتداول نورتنا وأفتنا كتير الله يغلي مشاهدين دي كانت نهاية فخراتنا النهاردة في نهارك سعيد بكرة هنكون معاكم في يوم جديد من تسعة لحظة عشر الصبح على الهواء نتمنى اليوم يكون عجبكم ونهاركم دايما سعيد نشوفكم بكرة باي باي